زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بداية من يوليو اللي جاي ورفع للدعم بشكل كامل عن الكهرباء بكده تكون الزيادة التمنى ليها منذ العام 2014 بنسبة ارتفاع بلغة كام؟ بلغة 860% لكن الحكومة قالت إنها بترفع الأسعار عشان أزمة كورونا وضع ما لوش علاقة بأي نوع من أنواع خفض الدعم أو الإجراءات الاقتصادية الصعبة بعد الزيادة الجديدة اهو ارتفاع سعر الكهرباء 860% في عهد السيسي في خلال السبع سنين المنصرمة ده المشهد فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء تعال نشوف بقى الزيادات الجديدة مقارنة بالأسعار اللي قبله 2014 في هذا الموشن جراف بص يا سيدي أدي زيادات شرايح لاستهلاك المنزلي اهو الأولى بنسبة 860% وصلت الثانية بنسبة 404% من 48 قرش ل58 قرش الثالثة بقت بنسبة زيادة 340% وصلت لحد 77 قرش الرابعة زادت بنسبة 265% وعدت المية والشايف قوي الرقم 110 قرش تقريبا الخامسة اهيه ايوه لا يقدر عليك يا مصطفى الخامسة بنسبة زيادة 141% زادت من 110 قرش ل125 قرش وبعدين الزيادة الستة بنسبة 108% من 140 قرش مقارنة ب67 قرش والسبعة زادت 150% بقت 145 قرش مقارنة ب58 قرش وبعدين وصلنا للزيادة التامنة اللي احنا بصدد الحديث عنه ده المشهد في الكهرباء على الرغم من زيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء بشكل كبير واللي رفعتها الحكومة بعد 2014 ل11 مليار جنيه يعني ما يمثل 11 ضعف قيمة الاستثمارات بين 2003 ل2014 الا انه الدولة مازالت مستمرة في رفع الاسعار الزيادات المتتالية رغم الفائد بيوضحها نقيب الصحفين الاسبق ممدوح الولي في هذا الخبر وبيقول بيتكلم عن معضلة الفائد معضلة الفائد بيتحدث عنها ممدوح الولي وبيقول في بعض التفاصيل على موقع ميدان انه رغم نجاح الحكومة المصرية في مضعفة قدرات قطاع الكهرباء باستثمارات ضخمة خلال فترة وجيزة فان هذه القدرات الاضافية لم تتسبب في تخفيض اسعار الكهرباء للمستهلكين وبدلا من ذلك لا تزال اسعار الطاقة ترتفع بالطراض في يونيو الماضي قررت الحكومة رفع اسعار الكهرباء بنسب تروحة من 16 ل30% ضمن خطة لرفع الدعم نهائيا مع استمرار فرض زيادات الاسعار لحد عام 2025 اللافت ان الزيادة تزمنت مع تخمة في الفائد الذي بات يمثل نحو نصف الانتاج بينما النسبة المتعرف عليها في اي دولة لاحتياط الكهرباء لا تتجاوز 15% نعقيب الصحفين الاسبق ممدوح الولي واللي صدرت له خمس كتب في الاقتصاد المصري بيقول ان الحكومة المصرية لم تخطط ابتداء للتعامل مع الفائد اللي وصل الى ضعف ما تحتاجه البلاد قبل التوسع في الانتاج حيث بلغ حجم ما صدرته مصر من الكهرباء نسبة 3000% من اجمال الكهرباء المولدة محليا لعام 2019 يعني عندك فائد اكتر من النص فائد في انتاج الكهرباء وعمال بتزود اسعار الكهرباء بنسبة 860% ليه؟ بتعمل ايه؟ دي صورة بتوضح انتاج الكهرباء في مصر اللي وصل حاليا 17000 ميجاوات من الاحتياطي يوميا ما عندناش ازمة في الانتاج عندنا فائد اهو بص اداء قطاع الكهرباء في مصر الاستثمارات في مجال الكهرباء قبل 2014 مليار جنيه سنويا بعد 2014 الاستثمارات في الكهرباء 11 مليار جنيه سنويا تكلفة تطوير قطاع الكهرباء لحد 2020 515 مليار جنيه انتاجت اجمالي كهرباء في مصر في 2013 كان 58000 ميجاوات الاستهلاك في اوقات الزروة 30000 ميجا متوسط الفائد 50% من الانتاج تخيل عندك فائد اكتر من النص وكل شوية بتزود شريحة الكهرباء وتيجي الشهر الجاي هتلاقي الفطورة جاي لك مضاعفة المفروض ان في الدول الديمقراطية اللي بترايح حقوق مواطنيها وبتحافظ على حقوقهم انها لما تزود في اسعار الخدمات يبقى فيه مقابل لزيادة في الرواتب لكن رغم الرفض المتتالي والمتوالي خلال السنوات اللي فاتت للزيادات خاصة كمان بعد ازمة كورونا اللي زودت الازمة الاقتصادية برضو الحكومة مراعيتش المواطن وقالت لك هنزود الاسعار اشتركوا في القناة